جاء في شوط المباراة الأول الهدف الأول جاء في الدقيقة الثانية مع بداية وانطلقة المباراة للاعب باسم مرسي من تمريره ولا أروع من حازم إمام الظهير الأيمن المتقلق في شوط المباراة الأول وأيضا نفس اللاعب حازم أمام المفتاح السحري للزمالك في شوط المباراة الأول يتسبب في رقلة جزاء يتصدى لها أيمن حفني ليحرز الهدف الثالثي في الدقيقة الثالثة والثلاثين من شوط المباراة الاول وتنتهي النتيجة